المعروضين يكون عندهم تصاوض أفضل مهم جداً أنه يشربوا كثير من سواء الفترة الإفطار طبعاً وقضية الأكل هي خضية مهمة يعني بداية عند الإفطار إلى التناول كيف أو فان رسول صلى الله عليه وسلم أنه وقت الإفطار شرب الماء هو مهم جداً من الجسم بل المعدة لشان ريحها للغداية أو تناول التمرات من التناول هو غداء فيه سكر سريع اللي الإنسان بقدر يستغله وبعد ما يوكل التناول فيه مواد اللي بتساعد الجسم على الهضر ومهم جداً عشان إحنا نتكبل تعديل الإفطار والإفطار بنبلش بأشياء اللي بتكون مثل شوربة مثل البسيطة اللي بتساعد الجسم وبعدين فترة طويلة من الصيام بدأت ابتي بتعطي للجهاز الهضمي تدريجية ويفوت على جنب الغذاء بشبرة واحدة نفتل على المعدة والكاسة شوربة بكنا نستنى شوان ونبلش نوكل الأشياء مثل صلطة ويوجب أساسين بكامية قليلة وطبعاً فطرة الصلاة الترويئ هي مهمة جداً ممكن نحكى عنها برضو لكتوم قضية الصلاة اللي فيها نوع من الرياضة وبعدين ما نرجع من الصلاة كل نساء نكمل وهاي ممكن يساعدنا للبرنامج اليومي صحتي فيه رياضة وفيه رداء متوازن لصحتنا ولا صحت أجسامنا طبعاً كلام دوران كلها تأمور مهمة جداً عند الإفطار إخوان يعني فيه علا مشكلة مشكلتنا اليوم مشكلة كيف ننظر للأمور بعيدين من كل البعض عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكفي من نؤلم لقيمات فإذا كان لابد فثلثاً للطعام وثلثاً للشراب وثلثاً للهواء بس إحنا نطلقنا هؤلون ليطلعوا الهويات بره لا لما بوقل الواحد شو يا شباع لا وهو اللي حكاة دكتور أنا مش صدفي قلت ندرن لأنه حقيقة ندرن بس مبسل ليش إذا أكرنا إحنا باتباع الحمي كما ينصح الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ننصح نحن أطباع العالم اليوم لما ينتي أطباع السمتاعش على الأقل هذا اللي بتصحر السمتاعش الساعة في عنده السياعة ولكن في ناس اللي بتصحره عشرين ساعة عشرين ساعة في عندك خبول بجهاز الهضم من ناحية تقلص بالأوعي الدموي ولذلك الأكل بسرعة وبشهية كما يتبعه البعض يتسبب في ضائقة وأوجاع بالبطن وضائقة في الهضم ويتسبب في إمكانية بأنه النسان يستوعب كميات اللي هو مش بحاجتها نتيجة السرعة لماذا؟ لأنه الشبع فيه نوعين فيه شبع كمي هذا الشبع كمي أنه المعدن تلت وطلعه الهوية تطرها لما بصيد واحد يتطرها هذه الخطط فيه الشبع الكمي اللي هو مبني على نسكة السكر لما تطلع فوق مئة مئة وعشرة ساكيفا يتطلع على الأجانب كلياتين بيطلقين كلياتين بزرعة واحد كلياتين نفس التفسير يعني عندنا مجتمعنا إحنا بجيل معين ستين في المئة من المجتمع عندين مؤشر كتلة الجيسد فوق طايع فوق بصيد كلياتين بروح بالعرب والمؤشر تطلع لفوق بس عن هو يطلع هيك تورسة تبع مصرياتنا تبع استثماراتنا كل واحد معه ألف سر وعشر ثلاث طبعا بطريق خانوني وأخلاقي وديني ولكن مش هيك الأمور احنا هذا كلياتنا زي ما تفضل التكتور هي امراض السمني قدم السمني ضائق في التنفس شخير هي تعب هي مشاكل في القلب اللي بضرب المفاصل وهلما جرة هي السكري هي الفالج هي أمراض ولكن أكثر شيء اليوم يعزى السمني ثلث السراطانات تعزى إلى الخنية الدهنية ثلث السراطانات العالم واليوم فيه إمكانية أنه احنا نبتنع عنها واحد تقدر يشتري حياته بطريقة سليمة بطريقة صحية وبمتنع أنا أعجب بذلك زي ما حكينا عن حق حسريشة عن رسول صلى الله عليه وسلم شو بقول إني أعجب الإمرئة عنده واحد أو اثنين من الوالدين ولم يدخلوا الجنة بهم يعني واحد بصير عنده أب أو أب بدخل فيه للجنة إذا بده يعاملهم كما ينص الدين الحني ولكن إذا بدش يعاملهم كما ينص الدين الحني لا بفتش شيء ساعتها بغذول حسناته وهم يتبسل له به ويمشي محل حروقة والعلاقة بالنسبة للصحة ولا الوزن الزائد الوزن الزائد هو مرض كل كيلو زيادة هي مرض ولذلك إحنا مننوه فيها برمضان أكثر من غيرها اللي بتتبع الحمي كيف حكاها الدكتور بمدى شوي شوي أولا ببطل إحنا مجتمع كل عراسنا بتقرز بكرة عشر دايق ألف واحد يبوا بالعرص تطلع على العرص تنطق بعد عشر دقائق كل ما سيعة وين كيف أكلت هالله وين وين عند الأجانب بقعدة نص ساعة عربين دقيق وهيك لازم تكون هيك ربنا خلفنا لازم تقرز ببطل فبتال كل شيء ها لازم تكون في تأمني العجلة من الشيطان تمام فإحنا لازم صحي شوربة كبايتين ماي ويكون جلس واحد من الأكل صحي برمضان إحنا لأنهم يكون جعانين زبطين لأ يا مرأة أخرى بتلاقي في رحمة أه لا جيبوا أخرى شو اسمهم سبب وجيبوا أخرى زغنين وجيبوا أبصر إيش وبعتلكوا واحد يروح يجيب له سباين جلس واحد وإذا تقولنا بالأكل بتقولوا أعظم المشكوح مش بلاكل أكل لا 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 أنا بنحكي توكل شوي شوي خلال عشرين لحد خمسة وعشرين دقيقة بترتفع نسبة السكر بالدن وحتى لو إنه بعده الأكل ملان بتحس حالك شبعان وتعوش توكل ولا شيء اللي بوكل هو الدماغ وبقولوا هي العين لا هو مش العين العين بتعمل ارتداد على الدماغ بالآخر في مركز بالدماغ مسؤول عن الشبع وفي مركز بجنبو مسؤول عن الجوع مركز الشبع إذا نسبة السكر طل على فوق المئة وعشرة وصلوا بقولنا خلاص بكفينة يا الله كف مئة وعشرين وقولنا خلاص ولا ما عدت أخذر بتصير تترجاي إذا أنا من شاري أنا من شاري أنا من شاري كلوا عكم من شاري فهاي الأمور بالنسبة للسمنة آي أنهناء